اعلن الاسباني سيسك فابريجاس اسطورة ايرسنال وبرشلونة اعتزال كرة القدم رسميا عن عمر 36 عاما حيث كتب فابريجاس عبر حسابه على تويتر بحزن كبير حان وقت تعليق حذائي واضاف ساعتز بكل لحظة منذ الايام الاولى لي في برشلونة وايرسنال والعودة الى البولوغرانا من جديد ثم تشيلسي وموناكو واخيرا كومو من كأس العالم الى البطولات الاوروبية الانتصارات في انجلترا واسبانيا والفوز بالبطولات الاوروبية كانت رحلة لن انساها ابدا واكمل تعلمت ايضا ثلاث لغات ونضجت في رحلتي لقد مررت بتجارب لم اعتقد انني ساقترب منها في غضون مليون عام وواصل لكنني لست حزينا لانني على وشك ان ابدأ مسارا جديدا تدريب فريق كومو نادي ومشروع لاستطيع ان اكون اكثر حماسة بشأنهما سابذل قصار جهدي في هذه المغامرة الجديدة واختتم لذلك بعد عشرون عاما لا تصدق مليئة بالتضحيات والفرح والعاطفة حان الوقت لنقول شكرا مرة اخرى ونقول مرحبا باجمل رياضة في العالم واختتم فابريقاس مسيرته مع كومو احد دية دوري الدرجة الثانية الايطالية قبل ان يعلن انتهاء مسيرته الكروية عند عمر ستا وثلاثون عاما وخاض فابريقاس خلال مسيرته الكروية 739 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 125 هدفا وقدم 217 تمريرة حاسمة وفاز مع اسبانيا بثلاثة القاب متتالية اثنان كأس الامم الاوروبية وكأس العالم ووجه النجم الارجنتيني ليوني الميسي رسالة للاسباني المخضم سيسك فابريقاس بعد اعلان الاخير قرار اعتزاله حيث نشر ميسي صورة تجمعه بفابريقاس عبر حسابه على تويتر وكتب تعلم جيدا مشاعرنا الايجابية تجاهك واضاف اليو انت نجم كبير يا فابريقاس وسنواصل قضاء العديد من اللحظات سويا وختم قائد منتخب الارجنتيني رسالته قائلا نحبك كثيرا يا فابريقاس ونتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة يذكر ان اليوني الميسي تزامل مع سيسك فابريقاس لمدة ثلاث مواسم في برشلونة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 موسيقى